اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قائمة الدرو اللي هي ليش؟ الرسم اللي هي نفسها موجودة معنا في على اليسار هنا معنا اللي هو معنا اوامر الرسم تمام؟ اول قائمة معنا من قائمة الرسم هي ليش؟ الخطوط اللي هي اللاين معنا اللي هو الخط العادي اللي هو لاين اختصارها L ومعنا اللي هو Free Hand اذا ضغطنا على الامر لاين L او لاين من هذا المكان او من قائمة اللارش تول ست شكل القلم نضغط باليسار ضغطه ونتحرك مثلا للأعلى ونضغط الضغط الثانية رسمنا بها الخط اللي نشته لكن مثلا كيف اعرف اني بنمشي في الاتجاه الصحيح تضغط بالزر الايسر ضغطه وتتحرك اذا تحركت انا مثلا انا اني الى فوق او الى تحت نلاحظ ان لون الخط رجاء اخضر اي انني موازي للمحور الاخضر هذا واذا تحركت الى تحت بالاتجاه الايمن والى فوق بيطلع لي خط احمر اي انني موازي للخط او للمحور الاحمر واذا تحركت نوعا ما الى فوق بالشكل الاتجاه الى فوق وانا تارك لزر الموس الايسر بيبان انه لونه ازرق اي انني على المحور الازرق طيب اذا انا مش قادر اثبت الان انا مش قادر اثبت اشتغل وما قدرت اثبت تاعتك في بداية استخدامك للبرنامج في معاك اختصار بسيط يثبت لك المحاور فاذا ضغطت بزر الكيبورد ازرار الاشارات اللي هي يمين وفوق وتحت اذا ضغطت الزر اللي الى فوق اتجاه اللي الى فوق بيثبت لي المحور على الازرق في اي مكان انشاروح ما بيرسم لي الى فوق او الى تحت واذا ضغطت الزر الايمن بيثبت لي على المحور الاحمر فوق وتحت واذا ضغطت الزر الايسر بيثبت لي المحور الاخضر وبعدين تثبتها على الأحمر ترسم وبعدين تثبتها على الأخضر ترسم وبعدين تثبتها على الأحمر ترسم وتغلق أشك أو مع ممارستك للبرنامج بتستطيع أنك أيش تمشي مع المحاور اللي موجودة معك بدون أيش ما تثبتها واللاحظ أنك لما ترسم وتوصل لعند نقطة رسمتها مسبقا اللاحظ أنه يعمل لك زي السناب يبين لك أنك أيش وصلت لنفس النقطة اللي موجودة معك بحيث أنك تغلق الشكل والفري لاين الفري لاين ما منستخدمش هنا بالعادة اللي هو نفس طريقة الرسام إذا مثلا شي ترسم شكل مش ثابت الأمر اللي بعده اللي هو أمر الأمر الأركز اللي هي الكيرفات أو الخطوط المنحانية أربع أوامر للأرك الأول اللي هو الأرك العادي هذا تضغط عليه تضغط في النص تحدد القطر حقك وتبدأ ترسم الشكل إذن كيف نعمله؟ تضغط باليسار ضغطه تحدد اتجاه القطر يا في المحور الأحمر أو في المحور الأخضر وتضغط ضغطه ثانية باليسار بعدين يا تتحرك إلى أسفل أو إذا تتحرك إلى الأعلى يرسم لك إيش؟ دائرة كاملة طيب لاحظنا أنه لما رسمنا أمر الأرك طلع معي زي المكسر صح؟ والآن لما رسمته طلعت معي إيش؟ دائرة صريحة كيف سويته؟ أول ما تختار أمر الأرك نعمل تراجع كدر الزل أول ما تختار من الدرو أركس وتختار أمر الأرك من نكتب عدد أضلاع الدائرة اللي نشتيها عشان يطلع معنا إذا هو قليل يطلع شكل سداسي أو تكون زوايا حادة وإذا اخترنا رقم كبير بتطلع الدائرة نعمة في ذا مثلا اخترنا 12 اكتبنا 12 انتر وجيت حددت الطول حقيق طول القطرة اللي موجود معي الآن 9.33 بيظهر معي الرقم هنا تحت أو أكتب الرقم مثلا 50 انتر وبدأت أرسم الدائرة تمام لاحظ كل ما بدأت الدائرة تكبر معي كل ما زادت الأضلاع حقا تلاحظ اني كل ما كبرت كل ما تغلقت الشكل معي زادت الأضلاع لان هذه الأضلاع هي 12 طيب نعمل تراجع وأخرج من الأمر وأرجع من قائمة الدروم مرة ثانية وأختار أرك أرك لاحظ انه مثبت لي على آخر رقم سجلت لي و12 طب انا مش تي 12 اشتي مثلا يكون 100 أكتب 100 انتر وأضغط باليسار ضغطه وأتحرك إلى خارج أحدد القطر نحدد القطر مثلا نخليه حتى 20 وأبدأ أرسم الدائرة فنلاحظ أنها ناعمة جدا وعدد أضلاعها أصلا 100 تمام فإذا عملت لها الآن أنا push ورفعتها إلى فوق نلاحظ أنه إذا عملت view hidden geometry بيظهر لي الأضلاع اللي رتسمت منها الدائرة فاللحظة أن هذه الأضلاع عددها 100 هي اللي شكلت لي الدائرة الأمر اللي بعد الأرك هو 2 point arc طبعا كل أوامر الدوائر إن كانت دوائر أو كانت أركات أو كانت 2 point arc هذه أول ما تضغط عليه ضروري تحدد sides حقك اللي هي الأضلاع حق الدائرة هو مثبت لها على 12 طبعا إذا أنت هي الدائرة الصغيرة ما بتضغط فركش معك لكن إذا الدائرة كبيرة ضروري تزيد عدد الأضلاع بإذا رسمناها الأرك كيف ترسم الأرك تضغط باليسار ضغطه وتتحرك إلى أي مكان ثاني مثلا تحدده على زر على المحور الأخضر هذا أو المحور الأحمر الـ X والـ Y تضغط وبعدين تحدد الارتفاع ارتفاع العقد نفسه أو الأرك كذا تحركنا في المحور الأخضر بيتحرك معنا في هذا المكان الأحمر طبعا ما بيتحركش لأنني رسمت على موازي للمحور الأحمر إذا ارتفعت إلى فوق أو ثبتت المحور الزت إلى فوق بيرسم لي الشكل إلى فوق وإلى تحت إذا ثبتنا على الأخضر بزر الكيبورد الأيسر بيرسم لي فوق وتحت لكن على المحور الأسفل الثري بوينت أرك طبعا إحنا كيف رسمنا الأول رسمنا بنقطة واحدة نقطتين وبعدين حددنا ارتفاع أو شكل الأرك في ثري بوينت بنحطي الثلاث نقاط بنبدأ نرسم النقطة الأولى وبعدين بحدد السنتر اللي هي النقطة هذه وبعدين بتحرك لما أوصل إلى بداية الشكل فرسمناه بكم بثلاث نقاط نقطة النقطة الثانية بتتحرك لما تثبت الشكل كيف تشتيانت الشكل اللي معك أنا الآن بيوضح لك كبا يكون شكل الأرك بتتحكم بنت أيش بالنقطة الثالثة في الأرك العادي اللي هو two point arc تضغط نقطة وبعدين تحدد النقطة الثانية لتحدد بداية الأرك ونهايته بعدين تحدد ارتفاعه الثري بوينت أرك هذا تحدد النقطة الأولى تحدد نقطة ثانية بعدين تحدد النقطة الثالثة بس قدو بيرسم لك أيش الدائرة تلاحظ نحرك الموس يمين ويسار شحت وفوق لما يضبط مع الشكل اليشتيه بعدين أضغط الموس مرة ثانية ورسمت الأرك لكنها تقريبا بنفس الآلية اللي بعدها أيش الباي الباي أيش بيرسم لك أرك ويغلقه حدد لي نفس الطريقة شكل منقلة حدد لي الثالثة بضغط تغطى باليسار وتحرك مثلا إلى اليمين أو إلى اليسار وارسم الشكل بنفس ما رسمنا الأرك اللي في البداية لما يتغلق معي الشكل مجرد ما أفلت بيكون أيش غلق معي الشكل نضغط باليسار نتحرك يمين أو يسار فوق أو تحت ونحدد القطر حقنا كامو وترسم لما تكمل الدائرة مجرد ما تضغط الضغط الثانية يغلق لك الشكل أما بالنسبة للأشكال الأولة لأركات الأولة والتو بوينت والأرك العادي ضروري أنك أنت لترسم خط من النقطة هذه إلى النقطة هذه وتغلق الشكل طيب الآن نأتي إلى الشايبس اللي هي الأشكال معنا اللي هو المستطيل ومعنا المستطيل القابل للتدوير ومعنا الدائرة ومعنا البوليغون البوليغون اللي هو الشكل السداسي أو الثماني الريكتانجولر لإختصار R أو من القائمة هذه معنا اللي هو هذا ريكتانجولر نضغط R أو نضغط Draw Shapes Rectangular ونضغط ونتحرك يا إلى اليسار يا إلى اليمين وإلى تحت أو فوق تمام إذن نضغط ونتحرك بهذا الشكل طبعا تقوم بالضغط مرة واحدة على الماوس ثم تحرك الماوس وأنت تارك لزر الماوس الأيسر وعندما توصل إلى نهاية الشكل تقوم بالضغط على زر الماوس الأيسر مرة ثانية أو بمجرد ما تضغط بالزر الأيسر تكتب مثلا كم تشتيكون أبعاد الشكل حقك لأنه بتظهر أن عندنا الأبعاد صح؟ والوحدات عندي بالمتر فأنا إيش أكتب مثلا عشرة فاصلة مثلا عشرين فاللحظ أنه رسم لي إيش الشكل وإذا كتبنا مثلا عشرين فاصلة عشرة بيرسم لي المستطيل بهذا الشكل الشكل الثاني هذه هو Rotated Rectangular هذه هو مستطيل قابل للتتوير فإذا مثلا رسمتها الآن أنا على محور الـ X اللي هو الأحمر بدوره حول المحور الأحمر تمام فإحنا إيش نسوي تضغط مثلا الضغط الأولى يا أتحرك على المحور X أو أتحرك على المحور Y إذا تحركت حول X بدور المستطيل على المحور X وإذا تحركت على الـ Y بحرك على الـ Y في ذا مثلا نجرب أن نرسم على الـ X نجربنا أن نرسم مجرد ما أبغط الضغط الثاني بيقول لي الآن كم تشتي طول المستطيل وكم الزاوية حقا إذا رسمتها وتحركت باتجاه الـ Y بيقول لي تدوره حول الـ Y الشكل اللي بعده له السيركل اللي هي دائرة تمام هذه الدائرة طبعا نفس نفس آلية الأركات اللي أخذناها من قبل أنك تحدد بس أن هذا بيرسم لك من السنتة طبعا أول ما تختار أمر السيركل بيجيب لك كم هي مقسمة إلى Sides تمام أنت ممكن تزيدها إذا تشتي طبعا كل ما زاد الرقم كل ما زادت معومة الدائرة لكن إذا زاد بشكل كبير بيثقل معك الشكل بعدين من بعد لأن السيجمنتز أو الخطوط كبيرة جدا نضغط ضغطه باليسار ونتحرك إما في X وإما في Y أو نكتب الرقم مثلا 10 هذه دائرة 10 ونضغط Enter ترتسم لك الدائرة نصف قطرها 10 الشكل اللي بعده من قائمة الدرو اللي هو البوليغون طبعا كذلك البوليغون هو عبارة عن دائرة لكن أضلاعها الآن كم 6 فنلاحظ أنه أول ما اخترت أمر البوليغون اكتب لي لو نرجع نختار أمر البوليغون من جديد بوليغون فنلاحظ أنه كاتب لي أن السايدز حقه كم 6 أنا لو كتبتها مثلا 20 فقلت Enter نرجع لي تقريبا دائرة لكن إذا اخترت الأمر مرة ثانية أمر البوليغون وخليت 6 زي ما كان Enter فنلاحظ أنه كم يطلع لي 6 أضلع وإذا اخترت مرة ثانية كتبت مثلا 8 بيطلع لي 8 الشكل وبنفس طريقة ترسم الدائرة تضغط ضغط واحدة باليسار وتتحرك إما X وإما Y أو تكتب نصف القطر 10 Enter مثلا هذا نصف قطرة 10 وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس أتمنى أن ينال إعجابكم شاركوني آراءكم واستفساراتكم تحت للتعليقات ولا تنسوا الاشتراك في قناة وتفعيل زر جرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر